كابتن كامورة برضو رأيك في التشكيل ونفس السؤال هل كابتن سلام عمصان كان فيه تدخل كبير بالنسبة له في التشكيلة دي وهل المدرب الجديد اكيد بيبقى يعني حتى لو احنا بنكلم لسه ما يعني ما وصلش للمرحلة انه هو احنا نقيمه لكن اكيد بنشوف بعض الفنيات اللي بتبان فيه تغير بعض الامور يعني تاكتك معين حصل في الملعب من اللعيبة وبالتالي هل انت شفت فيه بعض الامور اتغيرت في عاجة زي كده النهاردة شغل سامق عمصان لسه لحد النهاردة كل ده شغل سامق عمصان بالتشكيل بمساعدة الراجل بالريبورت او التقرير اللي مديه على كل لعيب مديه الريقارد وصوارش النهاردة ده شغل سامق عمصان هيبدأ الراجل بقى من اول ما يعمل الريكافر للمبارات الزمالك يعني يبدأ اشتغل على الزمالك فكل ده شغل سامق عمصان اللي كان بيشتغلوا نقل للراجل كل الصغيرة وكبيرة للراجل عن كل العيب قال له طبعا محمد عبد المنعم راجل دولي وكان أساسي ابتدى يرجعه تاني عندك حمد فتحي كان بعيد ومصاب رجعه طبعا كلم على الطريقة لأن الراجل كمان يجب أن نتكلم في نقطة في غاية الأهمية الراجل بيلعب 4-3-3 سامي ما فيه شك أنه أقنعه أنه يلعب 4-2-3-1 دي الطريقة اللي بتتناسب مع النادي الأهلي أو بيظهر بشكل جيد في النواحي الهجومية بالزبط فقال لك طب خلاص نلعب بالطريقة اللي هما بيستريحوا بيه ممكن بعد كده هو يلعب بطريقته لكن اللعيبة لازم تتأقلم معه وعلى طريقة اللعيبة مع الوقت مش هيعمل كل حاجة بين يوم وليلا بتتكلم في التطور أو إيه الجديد النهاردة للراجل قدمه لأ إدارة المباراة شكله أنه شخصيته قوية بيعرف يوجه اللعيبة من بره ودي نقطة مهمة جدا الراجل كمان ابتدى يلعب بداية الهجمة من تحت ها؟ هدك في السن ها؟ هو مش هازك كبارة تمانية واربعين سبعة واربعين سبعة واربعين ها أنا سبعة وعشرين ها عسل ها يعني في فرق ها 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 لا خلاص بي أنت لسه مادري قوي عليك عشان تلسك ها لا لسه لسه لحد بي عندك ستين سنة وماشي بالعكاز يقولك ده ليه ده كبير صح ها ها واخد بالك لا يعني أنا قاصل أن السقة موجودة نادي كبيزة نادي الأهلي فيه مدرب صغير مش لازم يعني مش شرط أصلا أنت بتجيب مدرب ممكن يكون السيفي بتاعه ضعيف لكن ممكن تعمله يبقى مدرب كبير زي ما أنه الجزي كان فدي من سمات النادي الأهلي أو من إبداعات النادي الأهلي بس ما أنه ما كانش السيفي بتاعه ضعيف لا قبل ما يجي ما كانش معروف قوي وما خدش بطولات مش معروف عندنا هنا بس هو الرجل خلي بالك برضا معروفة بس ما خدش بطولات ولا أي مدرب بيجي هنا ما بقاش معروفة بيتعرف لما كمان النادي الأهلي دعاية ليه وبيكبر اسمه